روزانة بودكاست 8% من نساء الشمال السوري زواجهم غير قانوني و19% عندهم أطفال غير مسجلين رسميا 92% وضع زواجهم قانوني هاي نتيجة للدراسة عملة دفاع المدني السوري عن التحديات اللي عم تواجه النساء بالمنطقة بعامل 2023 أنا أسمى وهي حلقة جديدة من بودكاست شو الحل رح نصلت الضوفية على غياب الوعي القانوني للنساء بحقوق وخاصة المدنية عبيرا حرمت من حقوق المدنية وما تم الاعتراف بأطفاله نتيجة عدم تثبيت زواجها رسميا بالمحكمة اليوم عم تواجه صعوبات كتيرة بعد الانفصال أنا عبير مهجرة منازحة من مدينة حلب ومقيمة أحدى المخيمات في الشمالي عمري 28 سنة طبعا قبل ما نتزواج ما تم تثبيت زواجي بمحكمة بسبب الحرب والظروف الصعبة اللي كنا عايشينها فقط تم عقد زواج هرقة من طريق الشيخ وأنا هندي حالين أطلق أطفال وطبعا تم الانفصال بسبب مشاكل كتيرة كنت عايشت معه الظلم والأسباب يعني طبعا هلا أبعا واجه صعوبات كتيرة بسبب عدم وجود ثبات زواج كالمحكمة طبعا ما بحق اللي طالح هوية مثلان أو مثلان محرومة بحقوق المدنية وحقوق كأمي يعني كتير عبا واجه صعوبات بسبب قلة الوعي ما كان عندي وعي قانوني أنا زاك أنه مثلان لازم محلي قبل ما تجوز تم كتب كتابة بالمحكمة لهيك والله أبعاني كتير صعوبات بهذا الأمر مو بس النساء عم تكون ضحايا غياب الوعي القانوني الأطفال كمان ما في شي عم يثبت هويتهم اسمي سارة لعمر 27 سنة اتزوجت بعام 2021 وتم الزواج عن طريق كتاب براني شيخ وكان الشهود على الزواج رجال اتنين والشيخ يلي كتب الكتاب وما ثبتنا أي شي بالمحكمة لأنه ما كان فيه أنه وعي أنه أجي لازم أثبت أول شي بالمحكمة بعدين أنه يتم الزواج فكان أنه فيه وعود من زوجي السابق أنه خلاص بعد فترة من الزمن الزواج بعد فترة راح نثبت كل شي بالمحكمة ولكن للأسف ما تم الزواج تقريبا ثلاث شهور وتم الانفصال بعدها عرفت نفسي أني حامل وولدت وصار عندي بنت ولما تم الطلاق للأسف حقوقي أنه كمؤخر ما قدرت أنه أحصلها أبدا لأنه كان بيكتاب براني ما فيه أي إثباتات شي بالمحكمة فأنه ما قدرت أنه أحصل أي شي وبعد ما أولدت أنه صار عندي بنت البنت هاي لحديت اليوم لا أنه هوية ولا دفتر عائلة ولا إثبات إلها وصار عمرها السنة ونصف تقريبا لأنه رحت اززواجت وما ثبتت بالمحكمة أنا فقدت كثير من حقوقي يعني فما قدرت أحصل لا أخذ مؤخري ولا بنتي حتى بنتي رحت لها حقوق أنه لا عندها هوية ولا عندها دفتر عائلة فبسبب هالشيهات أنا يعني رحت كل حقوق وحقوق بنتي رابط المحامين السوريين الأحرار أطلقت برنامج قانوني بقدم جلسات توعية قانونية لجميع النساء للتعريف بحقوق بالإضافة لمساعدة السيدات المطلقات بتحصيل حقهم من المهر أو تثبيت نسب الأطفال أو يلي عم يطالبوا بميراثهم الرابطة توزعت بمناطق جغرافية واسعة ومختلفة المحامي عمار عز الدين مدير مشروع العيادة القانونية رابط المحامين السوريين الأحرار نفزت رابط المحامين السوريين الأحرار ضمن مشاريع العيادة القانونية أربعة مشاريع في مناطق جغرافية مختلفة في سوريا ولبنان وتركيا وتم تنفيذ 599 حالة تجهيل لدى دور الأحوال المدنية تتنوع بين تجهيل مولود فوق السنة وتحت السنة وتسبيت زواج يستهدف المشروع على الفئات الأشد وضعفا في المجتمعات ويركز على تقديم الدعم القانوني للمرأة وتم تنفيذ 4526 استشارة في مختلف مواضيع الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والقضايا الجزائية والمدنية يجب التأكيد على ما يقدم عمل مشروع العيادة القانونية من خدمة ملموسة مادية المستجيبين ولا يكتفي موضوع الإحصاءات والاستبيانات وذلك وفق خطة عمل قانونية وإدارية منظمة فالمشروع قانوني التطبيق يعمل على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية ونشر الوعي القانوني بين السوريين إضافة إلى تقديم المساعدات القانونية للفئات المستضعفة وتعزيز وضعها القانوني وهدف المشروع تعزيز وضع القانوني في المجتمعات الضعيفة لذلك أكدنا أن عمل عيادة القانونية هو يقدم خدمة ملموسة لمستجيبين فقد تم وضع خطة لسير عمل المشروع فيما يتعلق موضوع نشر ثقافة القانون وتسهيل وصول المستجبين للنظام القضاء وتمكينهم من الحصول على المقاضاة القانونية وتترخص بما يليه أولا تقديم الاستشارات القانونية في كل من قانون الأحوال الشخصية قانون مدني والقانون الجزائي والقانون الإداري وقانون الأحوال المدنية ثانيا الخطة العلامية التي بدأت مع بداية المشروع التي تركز الحمل القانوني على المواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن منشورات على شكل سلسلة متتابعة وتتضمن تعريف الأوراق الثبوتية ما هي الأوراق الثبوتية أو وأهميتها وأهمية الأوراق الثبوتية في نزاعات المسلحة ومن ثم شرح كل نوع من هذه الوسائق وتعريفها وأمهية القانونية والأضرار لانعدام الوسائق بالنسبة للأسرة والأطفال ومراكز القانونية المجتمع غالبية السوريين المتواجدين بالشمال السوري ولبنان وتركيا محرومين من الحصول على أوراق ثبوتية بعد عدة دراسات قانونية أجرت الرابطة بالإضافة لعدم إدرتهم على تسجيل أطفالهم بدوائر الأحوال المدنية السورية وخاصة النساء المطلقات غير القادرات على المطالبة بحقوقهم إذا ما تم تسجيل زواجهم بالمحكمة وبشكل رسمي بالإضافة قد أجرت رابطة المحامين سوري الأحرار عدة دراسات قانونية فيما يخص موضوع التوثيق المدني في عملها بمشروع رياضات قانونية وذلك في عدة ملاطق جغرافية في سوريا ولبنان وتركيا وخلصت هذه الدراسات إلى أن غالبية السوريين لا يستطيعون الحصول على الأوراق الثبوتية وعدم ما استطاعتهم على تسجيل موالدهم لدى دوائر الأحوال المدنية السورية بالنسبة للمطلقة فيمكنها أن تحصل وفق قانون أحوال الشخصية السورية على معجل المهر وذلك لأن هذا المبلغ يدفع من الزوج إلى الزوجة عند إتمام عقد النكاح وذلك ولو كان العقد عرفيا أما بالنسبة للمعجل المهر فلا يمكن المطالبة به إلا عند تسبيت عقد الزواج أمام محكمة الشرعية المختصة ومن ثم رفع دعب وتفريق من قبل الزوجة أما لعلية الشقاق أو لأي سبب آخر أطاعها القانون في هذه الحالات فيمكنها رفع دعب وتفريق ومثم المطالبة بمؤجل المهر أما بالنسبة لميراس الزوجة فلا يمكنها أن ترس من زوجها إلا بحالة واحدة أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة عند وفاة الزوج ويتطلب ذلك تسبيت عقد الزواج إن كانت غير مثبت هذا العقد ومن ثم أتمام عملية حصر أرس وعن شرع أو قانون حسب الأملاك العائدة للزوج ومن ثم نقل هذه الحصص الأرسية من الزوج إلى الزوجية حسب ما تكون حصتها وفي قانون ميراس السوري التحديات اللي عم تواجه النساء بالشمال السوري عديدة وأهم القانونية وهالشي بيرجع لقلة الوعي القانوني مثل ما ذكرنا بالإضافة للقوانين والسياسات المتبعة بالمنطقة واللي عم تكون غير عادلة بالنسبة للنساء رابط المحامين السوريين الأحرار ومنظمة إحياء الأمل عم يحاولوا ينشروا الوعي عن طريق السوشال ميديا وجلسات مخصصة للنساء بهذا المجال بس برأيكم هل هالمبادرات عم تكون كافية؟ وكيف فينا نساعد بنشر الوعي بين النساء لا يعرفوا شو هي حقوقهم القانونية والمدنية؟ شاركونا بتعليقاتكم على منصة روزانا بودكاست بفيسبوك كنت معكم أنا أسما مونير جمع الشهادات بشار الفارس المكساج الصوتي لعقبة خليفة وبالسوشال ميديا آدم رمادي وكاتيا الداغستاني التصميم البصري دليار علي وهالحلقة من إشراف وإنتاج نحسن إبراهيم اشتركوا في القناة